الى التفاصيل مجددا اهلا بكم نقش رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور برزاني مع كل من وزيري البيشمرقة شورش اسماعيل والداخلية ريبر احمد اخر المستجدات بعد تصعود تهديدات تنظيم داعش في العراق وسوريا وعرب برزاني خلال اللقاع القلقه ازاء ازدياد هجمات التنظيم مشددا على ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتجديد الاجراءات اللازمة لحماية كردستان من تلك التهديدات واكد على اهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي من اجل التصدي لتهديدات ومخاطر الارهاب وذلك بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليمة وكان اسماعيل قد دعا قوات البيشمرقة الى المزيد من اليقظة والحذر امام تحركات ونشاطات التنظيم التي قال انها قد ازدادت في الاوينة الاخيرة ترجمة نانسي قنقر